موسيقى ميزا النور ميزا الخير أعزائنا المشاهدين في حسا خاصة للتعريف بالمترشحين في الدور الثاني من انتخابات مجلس نواب أشعب معكم ياسمين ماكني بش تكون حسا حوارية مع مترشحة حاضرة معنا حاليا عن دائرة المنيهلة مرحبا بيك الحسا الحوارية بش يكون فيها أربعة محاور وكل سؤال المترشح عنده الحق يجي وبعليه في دقيقتين فقط فنرجو من ضيوفنا الكرام الالتزام بالوقت المحدد البداية بش يتعرفوا المشاهدين عن المترشحين المترشحة أسيدة ماها عامر لو كانت قد مننا روحك في دقيقتين صباح الخير أنا مهي عامر دكتورة باحثة مترشحة لدائرة المنيهلة بنت المنطقة نسكن فيها ملي عمري ثلاثة سنين متحصلة على شهاية الدكتوراه أنا قريت في مكتب المنيهلة وقريت في كوليج حي رفاهة وقريت في كوليج حي الجمهورية وقريت في لسير رفاهة بعد كي قريت الباك مشيت لكوليج العلوم بتونس المنار قريت أربعة سنين عملت فيه متخيز انشيمي أورغانيك وبعد أعملت مستير في الشيمي أورغانيك وبعدين أعملت أربعة سنين دكتوراه في الشيمي أورغانيك أنا عندي كتر أرتيكل على المستوى العالمي في مجلات علمية في الشيمي أورغانيك وحذرت في عدة مؤتمرات عالمية وتونسية حذرت في المروك وفي تونس عندي برشا حذرت فيهم وفي نفس الوقت قريت مدة عشر سنين شيمي زيدا قريت في كوليج العلوم بتونس المنار قريت في الليزات قريت في الامسايد في الاستيمتي وفي نفس الوقت قريت فيهم مرحبا بيك نتعدى السؤول الثاني السيدة ميها عامر لو كان تقدم لنا البرنامج الخاص بيك في دقيقتين البرنامج المتعي يتمثل في عدة نقاط نجمو نحكي وأو الحاجة على المنطقة الصناعية اللي عنا في المنيهلة احنا عنا منطقة صناعية في المنيهلة ونقول إنا هذي كمكسب للمنطقة دونك يلزمنا نخدمو على دعم بعض المشاريع المشاريع اللي حب مشاريع محلية معناها حب دي بخوجي محلي وإلا استثمار أجنبي نقول لنا المنطقة الصناعية هي حاجة كبيرة للجهام تاعنا احنا كي بش نخدمو عليها ويبدأ عنا دي بخوجي في المنطقة هذيك أولادنا معاش يستحقوا بش يمشي وفركسوا على خدمة البراء دونك بش تلقاهم اللي بش هدتو بش يخدم ولي بليش يشهدها في نفس الوقت بش يخدم وإذا كين هي بحضة دار إذا كين هو بش يخدم بحضة دارهم دونك حتى الترانسبور بش ينقص عليه الضغط ونقول لنا فيها برشة حاجات معناها الحاجة هذي ترتاحنهم برشة مشاكل في المنطقة دونك الترانسبور ينقص عليه الضغط وفي نفس الوقت أولادنا لكلهم يخدمو فما حاجة أخرى احنا معناش بيرو دونب الوافل منيهلا احنا أولادنا البطالة معنى إلا يزي هو بطال وإلا يزي يلزمو مصروف بش يمشي يتنقل ولي يبخل بش يمشي لبيرو دونب الوافل حي تضامن ولا في أريانا هذاك عليش يلزمنا مكتب تشغيل في المنطقة احنا عنا دو عنا زوز مصتوصفات في المنطقة اللي العباد الكبار ولي عندهم أمراض مزمنة يمشي وما يلقاوش الدواء في المصتوصف مبين الحاجات الأخرى نزيدة انا نقول يجبنا إعادة برا يعني نركز اللغة الأنجليزية وتولي هي لغة العلوم في المدرسة التونسية هذه حاجة يجبنا نخدم عليها بالباهي حتى نقول لنا هي لغة العالم معناها العلوم من بتاعنا يجبها تكون بالانجليز السؤال الثالث السيدة مهي عامر لو كين تقلنا تصوراتك حول شباب بالنسبة للشباب يلزمنا نقطروه خطر الشباب تبا ما هو شو مؤثر احنا في المنطقة متاعنا معناش لمراكز متع تكوين مهني لعننا مراكز ثقافية في المنيهلة معنى فماش حتى أنشطة ولادنا ما عندهمش ما فماش ديزاكتيفيتاي اللي هما بش يتقطرو واللي اللي يبطل من القراية يمشي يلقى يلقى مركز تكوين مهني بحذاه يولي يعلقى يعمل حاجة يتعلم صنعة واللي يقرى زيدة كيتخرج ما يلقاش معنى هالتكوين بش يعمل حتى بخجية احنا في الفصل 18 اللي هو في الدستور متاعنا يقولك على الدولة يلزمها توفير جميع الوسائل المادية الوسائل المادية والقانونية للعاطلين على العمل ليبعث مشاريع احنا يلزمنا الشباب متاعنا نقطروه بش هو يجم يعمل بخجية خاطر ما تقطروش ما ينجم بش يشوفو حاجة كبيرة وكابوس قدامه معنى هو بش يدخل يعمل بخجية مغير ما يعرف حد شي احنا يلزمنا نقطرو الشباب متاعنا ويزمنا زيدا نقطرو بش يدخل في الحياة السياسية من خلال العمل في الجامعيات من خلال معنى هي يدخل في العمل الحزبي العمل الجامعياتي دونك الشباب يجب ان يتقطر خاطر هو بش يكون عنده المشاعل عنده هو الدولة تكون عند الشباب الدولة تقوم على شبابنا شبابنا ما شاء الله عليه كفاءات علمية حتى يدوية حرفية عنا كفاءات في جميع في كل الميادين معنى لذلك عليش احنا الشبابنا ناقصوا كين التقطير يجب ان يتقطر في المنطقة لذلك علينا مراكز متع تقطير للشباب اللي بشهادتوا واللي من غير الشهادة هذوما الحاجات اللي نتصوري انا في المنطقة هذوما الحاجات ناقصينا برشا السؤال الرابع وهو مسيحة حرة أسيدة ماها عمر في دقيقتين تفضل؟ نحب نوجه تحية للجميع اهالي المنيهل خاطرهم بصراحة لحقيقة انت عربي انا جيت لولا بفضلهم هما وكلهم تفاعلوا معايا وجبت نسبة أصوات كبيرة بالقدام للمترشحين الاخرين نقول انا حاجة باهي على الاخر ثيقة هذيك فرحتني على الاخر خاطر الناس تسئل احنا الحاجة البيت اوليت الانتخاب على الافراد من الجيهة متاعك دونك نعرفوه دونك الناس تسئلة عليك اذا كان ما قراش معايا راو قرى مع اخويا راو قرى مع اختي اذا كان ماهوش جاري راو صاحب جاري اذا كان ماهوش صاحب جاري راو قرى عن دراجلي معناتها العبيد الكل تعرفوا بعضها الحمدولله هذي الحاجة البيهية معناه البيش ينتخبه وبيش يختار المرة هذي راو اختار عن قناعة راو اختار مش خاطر فولين قروا برا امش راو هو اسئل على المترشحين الموجودين في المنطقة هذكه واقتناع بالشخص هذكه انا نشكرهم برشة اهالينا في المنطقة متاعنا حاجة بالرسمي ونشجحهم ونقولهم يا اللي مامشيش المري فاتت نقوله نتا يزمك تهبط وتسئل ويزمك تسئل تسئل على المترشحين وتهبط وتعطي رايك خاطر حاجة به يزمك تكون موجود تكون فاعل تصنع قرارك بنفسك ما تخليش حاجة تجيك هكاكا دونك انت يزمي يكون عندك انت شواء ويزمنا نختاره هذي بلادنا يزمنا نكون ورق فينا عليها وان شاء الله ربي وفقنا ويكون انا في محل الثقة هذي خاطرني انتخبوني انا مها عامر رقم واحد وان شاء الله ربي وفقنا الناس كلي اللي في خير لبلادنا وهكا نكون وصلنا لنهاية الحصة الحوارية مع المترشحة السيدة مها عامر عن دقيرة النيلة نشكرك عن قبول الدعوة وحظ موفق للجميع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة